خليك منتواصل أكيد مع كل المشاهدين في كل مكان عبر صباح الشروق والفترة المفتوحة لنا أكيد منتواصل معكم في نقل حي وحتى طواف في كل المدن والأرياف وكل المناطق المتأثرة هنمشي لي إلى سلطنة الزرقاء مدينة سنار أو ولاية سنار ومدينة سنجة هنتابع التقرير وأكيد هنتواصل معكم عاش سكان الأحياء الشرقية بمدينة سنجة أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية عندما اجتعهم فيضان النيل الأزرق ليلاً مخلفاً أضراراً كبيرة في المنازل والممتلكات سعاد أحمد علي تحكي قصتها مع الفيضان تقول إنها أصبحت بلا ماوة ولا أمتعة البحر دي جعله بغفله وضررنا ضرر شديد برقنيلة بهدومنا الله في سنين فقدنا دواليب وفقدنا العدو وفقدنا المراد وصراير وصل الحمد لله بركة في الأرواح بيوتنا وقعت الحمد لله وقع مدبخ وقع عريش وقع السور الحمد لله الوضع على وشك الموية في المروحة والله آخرون مثلها تعرضوا لخسائر فادحة وطعطلت أعمالهم التجارية بفعل الفيضان ويقول السكان المحليون إن هذا الفيضان لم يشهدوا مثله من قبل متجاوزا كل المناسيب السابقة وحقيقي أننا لنا أشياء كثيرة جدا فقدناها يعني حتى عندنا المعدادة الكاربائية تالي قد يكون احتمال تالي ما أشتغل خالص يعني الله أعلم بالإضافة إلى الرعب ذاته يعني قد يكون لنا كذا يوم يعني يوم ساكد ما نمنع والحمد لله إننا نحمد الله على كل حال بينما أطلق متضررون نداءات إنسانية عاجلة للحكومة المركزية والمنظمات بالتدخل العاجل لمساعدتهم أنا دار أقول من خلال هذا التصريح وهذا التقرير إن حكومة ولاية سنار لها الدور الكبير في هذا الفيضان لأنها لم تعمل مبكرا يعني في ردمة جسر الواقع لمدينة سنجا يعني تهاؤن المسؤولين في هذه الولاية وفي هذه المدينة هو أدى إلى الفيضان في كل عام ظل فيضان النيل الأزرق بولاية سنار يهدد عشرات القرى والأحياء بالغراق الأمر الذي يضع حكومة ولاية سنار أمام تحديات كبيرة تحتاج لمعالجات جذرية السماني أحمد عمر الشروق ولاية سنار مدينة سنجا